بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة أما بعد أصدقائي ليلة كارثية ليلة كارثية بكل المقاييس عشرات الملايين من الأميركيين وربما عدد أكبر من ذلك بكثير حول العالم تابعوا المناظرة الرئاسية مناظرة الدمار الشامل التي جرت في ساعات الصباح الأولى من يومنا هذا الجمعة الموافق ثمانية وعشرين ستة بين كل من الرئيس الأميركي الحالي بايدن والرئيس الأميركي السابق الترامب البعض هيحاول يخنعك أنه أداء بايدن كان سيء لأنه تسبب بكارثة عمس ولكن تفوق في جوانب أخرى كذلك ترامب كان أداءه في بعض النواحي كارثيا وفي نواحي أخرى تغلب على بايدن وفي النهاية كلاهما ظهر بمظهر سيء جدا الأمر له تداعيات كارثية في الداخل الأميركي ما حدش فيهم حاجة أمس يعني ما حد فعلياً فيهم شيء لأنه بدل ما يتحدثوا في المواضيع بشكل مركز عن الإختصاب وكل واحد يقدم أرقام اكتفى كل الرئيسين بتوجيه التنامز والتلامز لكلهما الحلقة هذه هلا خص لكم من الأفضل ترامب ولا بايدن وفي الحقيقة هنا يجب أن يكون السؤال أكثر دقة أنت قصدك بالنسبة للأميركيين ولا بالنسبة للعرب والأوروبيين شوف إذا قصدك للداخل الأميركي فأنا أعتقد أنه ترامب هو الأفضل ترامب رجل أعمال هو أصلا ملياردير وملك العقارات في أميركا وهو يرى السياسة تجارة علشان كذا قادر يعزل أميركا وقادر يتفوق على السياسات الاقتصادية الصينية وقادر في الفترة الجاية يصل إلى تسويات مع بوتن لأنه ترامب هدفه ليس بوتن هو هدفه وعدوه الذي يراه العدو الحقيقي هو الصين اللي بتهدد المركز الاقتصادي المالي الأميركي واللي هتتفوق عليه وتؤدي إلى انهياره على المستوى الطويل أما بالنسبة لنا إحدى العرب فأنا أحب أقول لك أنهم الاثنين شبه بعض أميركا هي زي القطار بيمشي يشوف السكة واحدة والوجهة واحدة الفرق فقط في السواق هذا يسوق أسرع هذا يسوق أبطأ هذا يأخذ الملفات بشكل عنيف هذا يأخذها على رواق ولكن السكة والوجهة والهدف النهائي واحد كلاهما لا يريدان مصلحة الشرق الأوسط أو الشرق بشكل عام ولا يهمهم أمر العرب وسمعته ترامب في الكثير من المناسبات يسخر من العرب هم أغبيئة ومعاهم فلوس وفي النهاية اللي ماسك ريموت أميركا هو شخص واحد الدولة العميقة واللوبيات اللي بتتحكم بكل شيء سياستهم واحدة ومتفقين على نفس النتائج مش مهم يحققها سياسي فج اسمه ترامب أو سياسي سهن اسمه بايدن الهدف واحد وعشان كده على فكرة ترى الآن أميركا اللي حصل على أكبر عدد من جوائز نوبل في السياسة والاختصاد في النهاية ما ترشح للرئاسة إلا بايدن وترامب هذيني الاثنان فقط لأنه أهداف أميركا في المرحلة الحالية لا تحتاج إلى شباب لسه طموحهم أمامهم وبيحلموا بالعدل العالمي لا هم كل مرحلة لها احتياجات المرحلة الماضية كانت محتاجة بايدن المرحلة الآتية محتاجة ترامب لأنه عنده القدرة على اتخاذ قرارات جديدة وشديدة وصارمة وقد تكون مفاجئة مش أي واحد عنده الجراءة أنه يتخذها خصوصا في إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا والوصول إلى تسوية والإثنين هم أصلا متفقين على ترضيق أوروبا تكون فاهم الليلة إذا فهمت المقدم هذه خلونا نخش في الحلقة الكثير من الكوارث حصلت أمس في المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب بداية يجب أن تفهم أنه هذه المواجهة أو هذه المناظرة اللي طلبها هم الديمقراطيين يعني بايدن هو اللي طلب هذه المناظرة علما أنه الديمقراطيين هم اللي وضعوا الشروط وكانت تعتبر شروط تعجيزية بالنسبة لترامب عشان ترامب يرفضها ولكن ترامب في النهاية وافق عليها بعض الشروط اللي وضعها الديمقراطيين أنه هذه المناظرة تكون على السي أن ان السي أن ان هي قناة تبع للديمقراطيين تبع حزب بايدن فهذا كان الشرط الأول أما الشرط الثاني أن المناظرة تكون بلا جمهور وترامب يريد جمهور لأنه بطبيعته جماهيري وشعبوي وكان يريد جمهور ولكن وجود جمهور ليس في مصلحة بايدن استمرت المناظرة أكثر من تسعين دقيقة ظل الرئيسين واقفين طوال هذه المناظرة واستغربنا احنا أن بايدن استطاع أن يستمر في الوقوف طوال هذه المدة تجاوزت التسعين دقيقة بعض الشيء في الكلمات الختامية وبعدين طالت أيضا كذلك أما الشرط الثالث وهو أنه يتم إطفاء الميكروفونات لما يتحدث أحدهما يتم إطفاء الميكروفون على الآخر وعادة في المناظرات الرئاسية بيكون فيه أخذوا رد وشدوا جذب ولكن ترامب قبل بهذه المناظرة الكارثة هنا أنه أداء بايدن في بعض النواحي لا تصدق الناس يقول لك أنه كان سيئ في كل شيء هو كان الرجل تلعثم الرجل بدأ بمظهر المشتت كان يسكت في بعض النقاط بينما ترامب بدأ أفضل من الناحية الصحية والذهنية والنفسية والوعي والإدراك علما أنه بايدن عمره الآن داخل في 82 سنة أما ترامب عمره 78 سنة يعني هما الاثنين مسنين الداخل الأمريكي الآن يتساءل بكثرة لماذا لا يوجد مرشحين آخرين والكارثة الأكبر في هذه المناظرة أنه الشعب الأمريكي لم يفهم شيء ليش؟ لأنه الرئيسين لم يتحدثا أصلا في الخطط وفي المستقبل تلاحظ أنه ترامب أصلا جاء منتقما يعني هو جاء كل ما فتحوا محور هما تحدثوا في العديد من المحاور المحاربين القدامى الرعاية الصحية البرامج الحكومية الأمريكيين الأفارقة تحدثوا عن الفريق فا عن الإجهاض عن المهاجرين عن الحرب الروسية الأوكرانية والعجز الفدرالي ورعاية الأطفال هذه العناوين الرئيسية اللي كانت في المناظرة ترامب كل ما فتحوا نقطة هو جاء منتقما وكان يهاجم بايدن وعلما أنه هذا جوز من الخداع الاستراتيجي هو قبل أسبوع تحدث لأول مرة عن بايدن بالشكل مهذب وقال أنه رجل محترم الناس قالوا ليش هدي خايف أنا قلت لكم كانت نوع من الخداع الاستراتيجي بيهد اللعب عشان الحملة الانتخابية لبايدن تبدأ تهدأ شوية ويجي وقت الجد يضربهم تحت الحزام ترامب كان كل كلامه هجومي كل ما فتحه محور كان يقول أنه بايدن هو الأسوأ وهو الأفضع وأنه غبي وأنه دمر كل شيء وأنه خرب كل النجاحات اللي عملها ترامب في فترة رئاسته أما ترامب نفسه فكان حديثه كله جنون عظمة أنا الأعظم فترة كانت الأعظم اقتصادي كان الأعظم خدمات اللي قدمتها للمحاربين القدامة كانت أعظم في جنون العظمة ذاكية اللي انتو عارفينه عادة الكارثة الأخرى أنه طوال فترة المحاء المناظرة الكل قاعد يهاجم بعضه والكل يكيل للآخر اتهامات جنائية كل واحد يقول الثاني أنت المجرم بايدن يقول لترامب أنت مجرم بواحد وثلاثين تهمة ويجب أن يتم إدانتك هذك يقول له لا أنت اللي ابنك مجرم وعمل واحد وخمسين مش عارف إيش يقول له أنت لك فضائح جنسية واشتريت الصمت ويجب أنت يعني إدانتك في قضاياك فالشعب الأمريكي على فكرة جزء كبير منه في حالة صدمة من المناظرة اللي حصلت بدل ما تكون مناظرة عشان كل واحد يكشف ما هي خططه المستقبلية ويكشف إيش اللي قادر يعمله وكيف يتغلب على الآخر استغل الطرفين خصوصا ترامب أنه كيف يضرب الطرف الآخر ويتحدث في الماضي أنه فترته كانت هي الأعظم علم أنه ترامب كان هذا هو معظم حديثه ولم يجب على الكثير من الأسئلة لما سألوه عن حل الدولتين ألف وفا أجاب على سؤال آخر كذلك لما سألوه عن رعاية الأطفال ترك الموضوع وأجاب عن سؤال آخر كذلك لما سألوه عن المناخ أنا هذه كل ملاحظات أمس قاعد أسجلها صفحات كثيرة لما سألوه عن المناخ وارتفى حرارة الأرض كذلك أجاب في وادي آخر يعني هو أيضا لم يكن أداءه جيدا ولكن تفوقه في بعض النقاط على رأسها موضوع الهجرة هنجي بعض شوية لما نقول لكم أهم ما ورد طبعا الصحافة والمحللين والمستقلين والجمهورين كلهم بيتهموا بايدن والبيت الأبيض إدارته وأزرة بايدن وحملة الانتخابية بأنهم كذبوا على الناس لما قالوا أنه بايدن صحته جيدة لأنه واضح من أمس أنه صحته لم تكن جيدة علما أنه في بداية المناظرة يعني كان واقف وكلامه متزن وسليم ولكن بعد شوية الرجل بدأ يتعب ولكنه كان الأكثر واقعية في هذه المناظرة في بعض الجوانب ولكن لازالت صحة بايدن من الواضح أنها غير جيدة والآن في الداخل الأميركي الجميع يتساءل هل إذا عاد بايدن إلى البيت الأبيض ولم يستطع إكمال فترة رئاسية سواء وافته المنية أو خلاص أصبح خارج العقلية المتحكمة بالأمور هل كاميلا هارس قادرة على أن تكون هي الرئيس البديل بما أنها نائب الرئيس الناس مستائم للوضع ومش عارفين إيش اللي هيحصل في هذه الجوانب وعشان تفهم ما مدى يعني سوء هذه المناظرة تعال أوريكم أهم العبارات التي ظهرت فيها وكيف أنه الجمهور الأميركي الناخب الأميركي لم يستفد منها أي شيء مش نتكلم في كل النقاط أنا هركز على موضوع اللي يتحدثوا عن الشرق الأوسط الفريق ألف والفريق فا أنتم عارفين الكيان والناس اللي في القطاع وحنحرب أوكرانيا ويوم سبع إياه بس تعالوا نشوف لما تحدثوا عن الاقتصاد يعني بايدن قال نصا استلمت اقتصاد منهور وترامب أداره بشكل سيء وأنا أعمل على حل المشاكل الاقتصادية يطلع لك ترامب بدل ما يجاوب الأرقام يقول أنا الفترة الاقتصاد في فترة حكمي كانت هي الأفضل في التاريخ رغم جائحة كورونا يرد بايدن بالنص كان الاقتصاد الأفضل في العالم في نظر ترامب واحد هو واحده يظن ذلك اقتصاده كافأ الأثرياء ترامب يقوله الصين تفوقت ما كانش فيه كلام مفيد كل واحد يقول أنا الأفضل يقول لي أنت الأسوأ يقول لي أنت الأسوأ وأنا الأفضل يقول لي أنت الأسوأ الناخب لم يستفد شيء من هذه المناظرة طبعا تحدث ترامب عن أن الصين تفوقت اقتصاديا في عهد بايدن وهذه مشكلة من مشاكل أمريكا ديما نقول لك انت ما لكمال الصين الصين دولة بتبشتهد انت حابب تتفوق على الصين او تحافظ على تفوقك انت اشتهد اما انك تروح تحارب الصين بسياسات اقتصادية لانها بتتفوق عشان تظل انت على الرأس راه هذه مشكلة امريكا معظم مشاكلها وحروبها في العالم انها لا تريد احد ان يتخطاها في اي مجال وهذه مشكلة عالمية على فكرة ترامب قال بايدن ادى الى اسوأ ادارة في حرب افغانستان لما تحدثوا عن حرب افغانستان هذه النقطة ترامب اكتسح فيها لانه بايدن ما عنده اصلا اي حجج يتحدث عنها بايدن قال في حرب اني في الانسحاب من افغانستان اجلينا مئة الف اميركي خلال العمليات الجوية اللي شفناها وفرار الاميركي مئة الف اميركي في افغانستان هم يعني فعليا احتلوا البلد مئة الف غادروا ترامب قال له لا ترامب قال له لو كنت انا انا بقول لك حرفيا لانه هذا تصريحات انتخابية قال لو انا ما كانت كنت ساخرج بكرامة اما هو فخرج في اكثر يوم محرج في التاريخ الاميركي اصبحنا من دول العالم الثالث تحت ادارة بايدن هذه النقطة ترامب اكتسح فيها هو ما كانش عند بايدن اي كلام يقوله لانه خروجهم من افغانستان كان كارثي وكان محرج فعلا وراينا الاميركيين وهم يفرون وبيطلعوا يتعلقوا على اجنحة الطائرات الكبيرة في محاولة الفرار في هذه النقطة تفوق ترامب اما لما تحدثوا عن المهاجرين البعض بيقول لك انه ترامب هنا تفوق وانا لا اعتقد ذلك انا اعتقد هنا انه الاثنين معاهم نقاط ايجابية ونقاط صلبية عشان تفهم المشكلة اللي دايما شاغل امريكا بالنسبة للمهاجرين ترامب منع الى حد كبير دخول المهاجرين بينما بايدن فتح الحدود الامريكية خلال فترة حكم بايدن دخله ستة مليون ونص تقريبا بايدن بيقول لك احنا بندخل الناس عشان نجمع العائلات لانه ترامب كان يمنع دخول العائلات يعني لو دخل مهاجر الى امريكا يمنعوا عائلته تأتي بعده اللي بيدخلوا من امريكا اللاتينية بايدن اذا دخل واحد ودخل لامريكا ونجح في الدخول كان يسمح ليه بانه يجيب عائلته واطفاله وقالها في المناظرة انه سمحنا بلم شم للعائلات وعدم تحطيم الاطفال وفصلهم عن اهلهم فهنا نقطة بايدن كانت ايجابية ترامب رد عليه وقال بايدن فتح الحدود للقتلة حتى اصبحت الاخطر في العالم وهو عمل مصيبة ترامب في هذا الكلام لانه قال كل اللي دخلوا لنا ارهابيين من الشرق الاوسط ومن امريكا اللاتينية كلهم ارهابيين والكلام هذا غير منطقي طبعا هنا بايدن رد عليه قال هو يبالغ ولا يوجد بيانات لدخول اي ارهابيين هو يكذب نعمل على فرض دوريات اكبر عبر الحدود وترامب قام بفصل الاسرة نحن سمحنا بانضمام افراد الاسرة للمهاجرين وقمنا بتغيير القوانين من اجل لم شمل العائلات اما ترامب اش قال ترامب هو طبيعة عدائي ترامب طبعا قال انا ساقوم بتنفيذ اكبر عملية ترحيل في التاريخ هيرحل ملايين الناس وهذه خطته من اول وقلتها لكم انا قبل شهر تقريبا انه يسعى لعزل امريكا امريكا للامريكيين فقط يريد عزلها ترامب قال نحن نعيش في وكر جردان وليس لدينا حدود بعد اليوم ساقوم باكبر عملية ترحيل بدأوا يدخلون ويقتلون مواطنين قال احنا بنسميها جرائم المهاجرين قال اما انا ادعوها جرائم بايدن يجب ان نخرج نخرج العديد منهم وان نخرجهم بسرعة لانهم يدمرون بلادنا المهاجرين يقيمون في فنادق فاخرة والمحاربين القدامى يموتون في الشوارع لانه لا يهتم هذه النقطة كان فيها نقطة خلاف كثيرة علمي انه هذه النقطة هتلعب دور كبير في الانتخابات بالنسبة للمهاجرين وبعدين هشتم وبعض قال له انت ابنك فاشل اذا قال له ابني ليس فاشل وقعدوا يتشتم بالطريقة دي دعونا من هذه النقاط دعونا الان نذهب الى الحرب الروسية الاوكرانية وبعدين نذهب الى القطاع والكيان وش اللي حاصل هناك في حرب روسة واوكرانية ترامب انا ممكن اشرح لك بس انا بحب اقول لك نصا اللي ورد على لسان كل واحد لانه هذه تصريحات رئاسية عشان يعني ما نخرج عن السياق ترامب قال لو كان بايدن رئيس حقيقي ومحترم من بوتين لما غزى اوكرانيا لم يفعل شيء لوقف الحرب بل شجع روسيا لدخول اوكرانيا في هذه الفقرة الاتنين اتفاضحوا بايدن طبعا قال انه لم يقصر وانه اقنع خمسين دولة حول العالم لمساعدة اوكرانيا منها كوريا الجنوبية واليابان ترامب لعب في هذه الكرة هنا وهاجم حلف النيتو هاجم شماد الاطلسي كله ليش قال من بداية الحرب الاوكرانية بايدن دفع الاوكرانيا مئتين مليار دولار بينما شماد الاطلسي او الدول الاوروبية كلها قال دفعت مئة مليار دولار قال ليش احنا ندفع ضعف المبلغ اللي هم دفعوا مع انهم هم اللي في الواجهة وهم الموجودين بين امريكا وبين روسيا وهم اللي مباشرة على الحدود الروسية قال يفترض انهم يدفعوا ايضا قال لك عندما رأى بوتن نهايتنا في افغانستان هذا كلام ترامب قال اعتقد ان بامكاني دخول اوكرانيا ولما غزت حاميم الف سين الكيان قال لي انه ايران في عهدي انا كانت مفلسة بينما في عهد بايدن اعاد لها الاموال والاقتصار الغريب هي نعم انه قال انه الفريق فا هو اللي غزى الفريق الف صارت عكس الفريق فا هو اللي غزى الفريق الف بايدن قال ايران هاجمت واصابت الجنود الامريكيين ايام ترامب كيف رجح حاله قال له ايران انت بتقول انك لجمتها ايران في عهدك قامت بمهاجمة الجنود الامريكيين وانت ما عملت اي شيء وقلت انه فقط اصابهم صداع مش كده بس قال له انت ايضا قلت لبوتن افعل ما تشاب وقال ان بوتن سيستولي على كيف في خمس ايام فقط اما في عهدي انا احنا الان في العام الثالث وبوتن لم يستطع الوصول الى كيف ترامب قال شروط بوتن غير مقبولة هنا سألته المذيعة هل شروط بوتن مقبولة انه مستعد ان يذهب للسلام شريطة ان لا تطالب اوكرانيا بكافة المناطق التي سيطرت عليها روسيا قال لهم شروطه غير مقبولة وكذلك هاجم زينيسكي قال زينيسكي عاد مرة ثانية افضل رجل مبيعات ويجي اميركا ياخذ ستين مليار دولار واول ما يرجع اوكرانيا يطلب ستين مليار دولار مرة اخرى وقال ما كان يجب ان تحصل هذه الحرب من البداية لو كان بايدن رئيس محترم وحقيقي وما كان علينا ان نخسر المئتين مليار دولار وقال في حال عودتي الى البيت الابيض قال يعني فوزي في الانتخابات ساحسم هذه الحرب واوقفها قبل حتى ان ادخل الى البيت الابيض تعارفين في اميركا لما رئيس يفوز بالانتخابات ما يدخلش البيت الابيض اعتقد فيه مدة شهر او حاجة كده عشان الفريق الاول يلملم ضبه وعفشه ويسلم الملفات ويسلم التقارير الاستخباراتية ويسلم القضايا كلها للفريق الجديد قال قبل ما ادخل البيت الابيض ساوقف هذه الحرق عشان نختم اصدقائي يعني عشان ما في داعي ان احنا نروح للشأن الداخل الاميركي والمحاربين القدامى والاجهاض والسياسات والتضخم في التضخم كل واحد يقول له انت عملت اضخم تضخم قالوا لا انت اللي عملت قال لا انت اللي خربت وانا صلحت قال لا انت اللي خربت وانا صلحت وقعده يتهاتر وكده بخصوص سبع اكتوبر بايدن قال بمعناه انه الكونغرس ومجلس الامن والفريق الف الكيان صادقوا على الخطة اللي انا وضعتها والوحيدين اللي يريدوا الحرب ولا يريدوا التوقيع هو الفريق فعل وهذه تحدثنا فيها والاعلام كله تحدث فيها هم كلهم صادقوا والفريق الف صادق لانه الفريق الف هو اللي وضع الخطة فوضع الاشياء اللي تناسبه واللي تخليه بعد ما يحصل على الناس حقه اللي داخل القطاع يقوم بمواصلة الحرب وبايدن ايش قال لك كمان قال نحن اكبر داعة من الفريق الف ونبعد خبرائنا للتخلص من الفريق فاع اللي هم حقمين الف سين يعني انت معاه يعني الحرب اميركية كذلك وليست كيانية فقط ترامب قاله انت تكذب انت تقول ان فاع فقط هم الذين يريدون الحرب وهذا غير صحيح الفريق الف كذلك الكيان يريدون الحرب ويجب ان نسمح لهم باتمامها حتى النهاية وانتو عارفين هنا هذه النقطتين هما كلاهما في العب عشان يكسب اصوات والدعم والتمويل الانتخابي للناس اياهم اللي بياك اياها اللي موجودين في الداخل كثير من الشعب الاميركي مستأدعك الان من المحللين العرب اللي هيطلع لك على بعض القنوات يقول لك هو دا كان ودا كان انا اكلمك الان اللي طالع من الداخل الاميركي اللي بتنشر الصحافة اللي بيتحدث في المحللين والمستقلين والاميركيين اللي في الداخل اللي يوتيوبرات المشاهير اللي هم يعني عرب ولكن معاهم الجنسية الاميركية واللي عايشين في الداخل الاميركي واللي قاعدين يتكلموا من صباح اليوم من الساعات الاولى عن المناظرة وكيف رد فعلهم ورد فعل الشارع الاميركي الكثير بيقول لك ليش ما عاد فيه الشباب وين جون اف كينيدي الدولة اللي خرجت الرئيس ريغن يعني وانتو عارفين تاريخ ريغن مش عارفين وكيد بكل الناس ولكن قد مش ما نعم مش فضيل لوحنا معنا حداثة هام في المنطقة ففي النهاية انتهت برجل عمره اثنين وثمانين سنة واخر عمره ثمانية وسبعين سنة بيطناطحوا ويتهموا بعض والمناظرة كلها تنابز وتلامز وكيل اتهامات لبعضه معه البعض الان يطالب انه فيهم ما قالوا انه في مناظرة اخرى شهر سبتمبر تقريبا وانا لا اعتقد انها ستعود الى الواجهة بايدن الان يريد مناظرة جديدة فريق الانتخابي قاعد يلطم من امس ويريد مناظرة جديدة عشان يصحح الاخطاء علما انه بايدن اخذ اسبوع كامل اجازة تحضيرات لهذه المناظرة علاجات وادوية وابر وادرنالين وفيتامينات ومعززات ذاكرة ووعيو دهن هذا كله والنهاية لم يكن اداؤه بالشكل الجيد اثبت للجميع انه الرجل ليس بصحة ذهنية وزدية كاملة بينما ترامب انا ما اعتقد انه محتاج لمناظرة اخرى وش محتاج يعني وقيد فريق الانتخاب يقول انت وش محتاج خلص امس بانت نقاط الضعف عند بايدن وانه صحيا غير مؤهل بشكل كبير فخلص اكتفي انت بخطاباتك الفردية وظهورك الجماهيري على الجمهوريين احنا متابعين اصدقائي اكيد تظهر تداعيات اخرى لهذا اللقاء ورد المناظرة ورد افعال اخرى قد نعود لكم بحلقة اخرى مساء او بعد منتصف الليل كالعادة احباي ارجو ما اكون اطلت عليكم الموضوع حام جدا والكثير يريد ان يعرف ما الذي حدث احباي ما اعتقد فوتنا الشافيه كثير من النقاط احنا لقصنا مناظرة كلها ولكن ما لنا في الاجهاض والكلام هذا في ختم هذه الحلقة احباي لا يسعني سوى نشكر كل الناس اللي يوصلوا معنا للدقائق الاخيرة المتابعين الى عتاولاء اللي احنا معتبدين عليهم من زمان لا تنسوا الاشتراك في القناة فاعلوا زر الجرس دعمونا بلايك ارفعوا ريت هذه الحلقة ولا تنسوا الصلاة عنني في التعليقات كتب الله اجري واشكر اجركم واذكروا الله كثيرا يذكركم احباي واستغفر الله العظيم لي ولكم وحتى راكم في حلقة اخرى هذه لكم مني تحية انا ايمن القسمي دمتم بود وسالمين جميعا اشتركوا في القناة